أين من هم مسؤولون من محل القيادة الذين سيقفون بين يدي الله عز وجل أين هم مما يحدث الآن لهؤلاء المستضعفين في هذه البلاد اللي مطلوب أنه هم يتهجروا من هذا المكان علشان تبقى غزة سداح مداح لهؤلاء اليهود يهجروا تحت مسمى هجرة شرعية يحفظوا على أرواحهم بقوا على نفسهم ويسيبوا المكان ده بحجة أن حماس والمجاهدين أنهم إرهابيون وليهود تدخل تخلص على هؤلاء الإرهابيون طب يروحوا فين؟ يروحوا مطرح ما يروحوا يروحوا على سينة ماشي ضفة الغربية تروح على الأردن ماشي المهم أن غزة تفضل من الذي يرضى بهذا؟ إن الدفاع عن الأوطان من الإيمان إن الدفاع عن بيتي وأرضي من الإيمان بل إن الدفاع عن العقيدة من الإيمان إن الدفاع عن المقدسات من الإيمان إن الدفاع عن ديني من الإيمان إن الدفاع عن نفسي وعن أهلي وعن زوجي وعن ولدي وعن مالي من الإيمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات دون ماله فهو شهيد من مات دون عرضه فهو شهيد من مات دون أهله فهو شهيد من مات دون دينه فهو شهيد فهؤلاء رجالة وهؤلاء اليهود قد جن جنونهم بما حصل من هؤلاء القلة القليلة مع ضعف العدة والعتاد فهاجوا وبنص كبرائهم ومن كانوا يميلون إليهم أن هذا الهياج الحاصل لأنهم لم يكونوا يتخيلوا أن مستوى هؤلاء المجهدين على هذا القدر من المسئولية وعلى هذا القدر من الخطر مع ضعف العدة وضعف العتاد مالبقى لو معهم عدة وعتاد أقوى من كده كانت تبقى إمكانياتهم إيه أما يبقى فيه مستوطنة اسمها مستوطنة فاكيم هذه المستوطنة فيها 25 ألف نسمة من اليهود يقتحم هذه المستوطنة أربعة فقط من الجنود الفلسطينيين أربعة بس هم يكتمون على هذه الأخبار ليه؟ حتى لا يدب الرعب أكثر فيه قلوب اليهود على مستوى الدنيا وخصوصاً اللي موجودين بقى فيه فلسطين أربعة بس ما بقوش عارفين يتعاملوا مع الأربعة أربعة اخترقوا كل الحواجز الأمنية اللي عاملها إسرائيل ثم بدأ الناس في الفرار ليه؟ لأن جنود الجيش الإسرائيلي مش قادرين أنهم يهاجموا هؤلاء الأربعة ويسيطروا عليهم كانت المفاجأة أنهم ولوا الأدبار خرجوا من أماكنهم دب في قلوبهم الرعب فهذه الأمة يا جماعة منصوراً من قديم الأزل بالرعب قال الله عز وجل في القرآن سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضريبوا فوق الأعناق واضريبوا منهم كل بنان كيف ننصر غزة بالوعي؟ قلنا بالتوحيد إعلان التوحيد وإعلان الوحدة ننصر غزة بنشر الوعي نشر الوعي أن هؤلاء أصحاب حق أن هؤلاء معتدى عليهم مش معتدون أن هؤلاء أغتصب حقهم أن هؤلاء هذه أرضهم أن هؤلاء هم أولى بهذه الأرض منهم أن هؤلاء مظلومين مومات ظلمة نشر الوعي ثقافة الوعي وأيضا ننصر هؤلاء بالدعاء وما عجزنا فيه بالعطاء لا نعجز عنه بالدعاء ولا نقلل من شأن الدعاء ونقول هنقعد نقول كل مرة الدعاء 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 أيوة كل مرة الدعاء الدعاء وممكن تكون كل مرة على فكرة بتتحل بالدعاء ده أنا في خناة الرحمة بس تقريبا عمل ستة حلقات قبل كده كيف ننصر غزة؟ كل مرة غزة تنضرب نتكلم عن غزة ففي تاريخي في العشر اتنشر سنة اللي فات دول عمل ست سبع حلقات عن غزة ده لوحدي غير الحلقات الحوارية اللي كانت مع موذيعي القناة يبقى كل شويتين ضرب في غزة فلا تقلل من شأن الدعاء لأن ممكن يكون الحح على الله عز وجل بالدعاء ده من أقوى أسباب النصر يعني لما مثلا تقرأ خبر أن فيه صاروخ هذا الصاروخ ينزل على مجمع سكني ضخم ينسفه نسف هذا الصاروخ ينزل على هذا المجمع على ظهر هذا المجمع ولا ينفجر قول لي انت بقى لماذا لم ينفجر لأن الله تعالى أمره أنه ما ينفجرش لأن الدعاء له تأثير وتأثير كبير جدا 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 يعني السلاح ممكن يستعمل ولكن السلاح بحده وضريبه وبقوته السلاح يستعمل والسلاح ما فيش فيه قوة يعني لا تخرق قوته بأمر الله عز وجل فربنا فعل ما يريد سبحانه وتعالى وينبغي أن ندعو دعاء المضطر حتى يستجاب لنا قال الله تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي إله مع الله لا إله إلا الله فإحنا لما ندعي ندعي كأن إحنا الضرب علينا إحنا كأن السواريخ والأسلحة دي نزل فوق دماغنا واكتفنا إحنا وبيوتنا إحنا فندعو بإلحاح في رفع الكرب كأن هذا الكرب علينا إحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه الأمة ينبغي أن تكون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالحمى والسهر فلو إحنا داعينا بهذا التأثر بإلحاح على الله عز وجل وبيقين في الله عز وجل والله سيُنصروا